هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وترزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرينك يا مرحبابك مليون اذا كنت من المشتركين الجدد وتغبر الله طاعاتكم مقطع اليوم عبارة عن شيلد قوي جدا من اقوى الشيلدات اللي موجودة في اللعبة الشيلد هذا موجود في منطقة سرية والطريق شوي طويل ولكنه يستحق انك تمسك الخط طبعا بحطرك الطريقة كاملة من غير قصقصة لانه صراحتا المكان شوي يريع وصعب انك توصله الباب هذا اللي قدامك ممكن اذا كان مفتوح طريق اقصر ولكن رح نمشي في حال ان الباب يكون مسكر عندك دائما اخوان في جميع المقاطع اذا شفت المقطع مسرع بزيادة ولا شيء ممكن انك تنقصه الى 0.25 في اللقطة اللي تحس انها مسرعة بزيادة ممكن ان تعرفه لكن غيرك ما يعرف هذه الشغلة لاني واجهت كثير من الانتقادات حول سرعة المقطع في بعض المقاطع طبعا ورا الصندوق بيكون فيه باب سري لا بد انك تضربه بحيث انك تمشي وتكمل المنطقة وفي مكان رح توصل له ممكن انك تنقص من فوق او ممكن انك تنزل عبر الدرج ولكن طريق شوي طويل بالدرج فيفضل انك تنقص زي كذا غير كذا انتبه اذا مت في اي مرحلة من هذه الطريق رح تأيد من البداية فانتبه في كل نقزة بعض الاحيان لابد انك تفك القير اليسار بعد النقزة بحيث انك تضبطها وان شاء الله ما رح تواجهون مشكلة بالنقزات هذه المهم يا شباب الدرع هذا من اقوى الدروء اللي موجودة في اللعبة بسبب القارد بوست فيه تقريبا واحد وثمانين من غير اي تطوير والقارد بوست يعني ان هجمات الاعداء عليك ما رح تنقص كثير من الاستمنع عندك غير كذا رح ارويكم بعض تلزمن اللي لابد انك تستخدمهم وكيف تجيبهم والآشوفور اللي رح يخدمك في استخدامك لهذا الدرع وهذه شغلات جدا جدا مهمة اذا كنت حاب تستخدم هذا الدرع غير موضوع التلزمن والآشوفور انت لابد انك تستخدم بعض الاسلحة مثل الغريت ابي اذا ما خطيت باسمه او رمح اذا كان فيه رمح مثلا عاجبك فيه اكثر من سلاح ممكن تستخدمه بحيث انك تقدر تضرب وتستخدم الدرع بنفس الوقت هذا رح يسهل عليك كثير من الفايتات خصوصا اللي يعتمدون على الفيزيكال دمج ما رح تتأثر حرفيا بالضربات وراح تسهل عليك كثير من البوس فايت مثل ملينة او اي بوس فايت يعني يعتمد دائما على الفيزيكال دمج وانا ان شاء الله رح احط لكم لقطات من هذه الضربات باستخدامك لهذا الدرع فيك هذا سلاح يمكنك تستخدمه مع هذا الشيلد ويصير كومبو رهيب ممكن تشوف اذا كنت لعب اولاين او البي في بي ممكن تلاحظ كثير يستخدمون هذا الشيلد ولكن دائما كل شي له نقطة ضعف فنقطة ضعف هذا اللي هو السحر او اللايتينج واهم تلزمن اهم من تلزمن اللي قبله هو الاشوفور اللي هو الدرايغون كريست غريت شيلد تلزمن وهذا تلزمن جدا جدا مهم انك تستخدمه على اي غريت شيلد تلعبه وميسته انه يمسح لك اي دمج يجيك الى ولا شي شي جدا بسيط لا يذكر اتمنى في احد الاستفادة من المقطع لا تنسوا اللايك وشكرا للمنتسبين القناة وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك وكمنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته